هذه الأسلاك الشائكة هي محور الخلاف بين إدارة بايدن وحكومة تاكساس مخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة والسبب تزايد موجات المهاجرين غير القانونين في تحدي لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفيدرالية ميادة ديال بالصحف امريكان الروينا حنا كنا عافين امريكان هي الدولة العظمى في الاقتصاد في القوة في العسكر في الصيناء عافش مما جيتها ولكن هذا ما يعني زي ما كان غير حت امريكان واعرة ما يكونش عند المشاكل الداخلية ديالها ومن بين هاد المشاكل الداخلية لهي الهجرة السرية ومعامل مع المكسيك حنا عارفين اي واحد كيكون ساكن حتا شي دولة لكي تكون يعني طالع عليه في النفو كيبغي حسن العيش دياله بطريقة الهجرة تكون شرعية ولا طريقة غير شرعية حت الناس اللي كيبغي ه الهجرة ديال البلاد الاو بشي حسنوا الوضع ديالهم ودابها نحنها ثلانا سنشوفوا المشاكل اللي غاتكون دائرة ووسط من امريكان من جو بايدن من رئيس ولاية تكساس يعني مشاوات الحرب بناتهم ما بين رئيس ديال البلاد اللي هو الكبير والرئيس ديالولاية Executive Capital وهنا سنشوفووا كان Cóڭوك الولايات اللي غاتكون له مع تكساس عمن Thermomato وشناهم الولايات اللي غاتكونت ضد بايدن درجة قريبة تولي أدهم حرب أهلية وهنا غد يكون المستفيد الأكبر من الحرب أهلية هم الدول اللي بعادين على أمريكان من بينهم روسيا والصين والدول اللي ما عندهمش مع أمريكان دابق أجل رجعوا وسط أمريكان ونشوفوا هاد المشكل كيفاش كيت تعال سبب ديال المشاكيل أنا كنظن جاية من عنطراب اللي دابقوا حاليا ساكن في لاس فيغاس ولكن مشاه عند رئيس ديال الولاية ديال تكساس وقال لي يشوف خاصتك تمنع المهاجرين باش كيدخل عندك وأنا كندعمك بقاعدك شيء اللي بغيتي هنا يا جو بايدن اللي هو الرئيس ديال الميليكان حاليا قال ليهم أنا شيء ما عاجبنيش وخاصه هو وأصلا هاد جو بايدن كان كشجع المهاجرين باش يدخلوا البلاد ولكن عكس ترامب اللي كان رئيس سابق ديال الولايات المتحدة كان عنده مشابنة واحد صور تماما باش يمنع ديال المهاجرين يدخلوا من تماما دابق المشكل موقفش غير هنا المشكل أكبر من هذا الشيء هذا دابق الفيلم جو بايدن منهار طول الرئاسة ديال الميليكان والتي كتعرف أكبر عدد ديال المهاجرين في التاريخ دياله وفي هذا ديسمبر اللي يا الله داز داز كتر من ألتمائة آلف مهاجر من الميكسيك تخلي الميريكان بواحد طريقة غير شرعية ناد الرئيسي للولايات ديال تكساس هو يمشي لديك البلاسة ويدير فيها واحد لكونتونير وتغورها بواحد استياج باش الناس مبقوش يتكفحوا لعنده ولكن مؤخرا كنت رات عددوا واحد للعيبة اللي هي أنا ستاتني وبنتي شوية عنصرية واحد استيادة هي الوليدات دياله كانوا غادي حارقين ودخلوا منك البلاسة ديال الواد وحلوا فادك الواد ولكن بحلقة نقولوا قربوا الجهة ديال تكساس ناد الرئيسي لدي الميكسيك كعاية الرئيسي لدي الميريكان كيقولوا مشوفوا رخصكم جيو تعتقوا واحد استيادة هي الولاد دياله وولاد محسوبة عليكم هنا يلتدخل للبيت الأبيض المشاهد وصفة البوليس باش يمشوا لك الولايات ديال تكساس وواعد قد كسيدا ولكن الواعرة هي الناس اللي ساكنين في الولايات ديال تكساس منع البوليس باش يوصلوا لك البلاسة وقال لهم انتموا مماشي صوقهم حنا ما قلناش جيكسيدا سيري له حراس كتماء باش تموت والاكسيدا من المرابعة تسويق لال ويتموت هي الولاد دياله وهذه النقطة هي لصعدات اصدع ما بين رئيس المريكان ورئيس الولايات ديال تكساس هذا هي المشكلة كبيرة هذا الرئيس الولايات ديال تكساس ولا عنده مشاكل مع البيت الكبير والبيت الأبيض ومع جو بايدن قال له باش من حق انتك تمنع الناس يدخلوا تماما هذا الحاكم الولايات ديال تكساس ولا يتحدى بايدن والاوامر اللي تجيه من البيت الأبيض ما يديرش بها يعني قال لهم إلا بغيتون أنا نطيع لكم ومشي في الخطة ديالكم خاصكم جيوا وتمنعوا هذ المهاجرين اللي عندي أنا هنا في تكساس ويقول لهم يا إما غدي تجيوا وتتوقفوا معي الهجرة اللي كانت دخول ولا ما سوقتشي واحد فيها وغدينخرج تكساس من المجموعة ديال امريكان وهنا احنا قلنا عارفين تكساس كانت تابعة الميكسيك في واحد فترة اللي كانت ما بين عام 1824 حتى 1833 ومن بعد عاد غدتتخل في الولايات ديال ميليك في سنة 1845 وده بحاليا تكساس ديالما مهددة كانت تقول لهم فيما ما غير يعجبنيش الحال أنا مساعدا نسقل براسي ونخرج من الولايات ديالكم حرب أهلية على وشك الاشتعال في أمريكا والولايات الغريبة تدعو للانفصال وإعلان الاستقلال أنباء عن بدء تهاوي الولايات المتحدة من الداخل وتساقط ولاياتها شيئا فشيئا وهناي الولايات ديال تكساس الناس اللي ساكنين فيها حسوا بهات الخطر يعني بحاليا دا بغدي نشدوا حنا ريوصنا ساكنين في واحد المنطقة وجاوا واحد المهاجدين جاوا هجموا لنا بواحد كتافة لكتخلع من بينهم ما بقاش الأمن ولا بقدم قلصاج بزاف والناس اللي كيتخوفوا مش حاجة غطرة مستقبلا ودبها الخاطر فات الشي كامل هو 25 ولاية من وسط أمريكان تحالفت مع تكساس وقالوا اليوم احنا مع القرار اللي خرجت بها تكساس يعني اي واحد غير يمص شي ولاية ويدر بها 25 ولاية تعهدوا بتقديم دعمهم لحاكم تكساس أبت وسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضعوا أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبت بأنه غزو المهاجرين لولايته لما غير تحالفوا الولايات بعضياتهم ضد البيت الأبيض فهناي غيرتوا لي واحد حرب وغيرتوا يدخلوا في حروب أهلية يعني غيرتوا للعسكر سع الولايات كتضارب مع العسكر دي البيت الأبيض ده بالسؤال اللي غادي نوجهه إلى مشتنة الصداع في مريكان كيفاش غتكون شعوب أخرى واشكون زي ما كان مستقلة ومرتاحة ولا حتى هي غيوصلها للصداع وعد الأعداء اللي باغين في مريكان غيمشوا يتحالفوا مع تلك الولايات تكساس وغتولي واحد الحرب كبيرة تومى إلى بل لكم كين شي حل كيفاش يدار قولوه لي وكنتمنى دخلوا تقابونا وعندي فلاشين ومشاء الله كين الفيديوات زوانين جايين من بعد اشتركوا في القناة